استضافت العاصمة الروسية موسكو في الفترة من الثانية والعشرين الى الرابع والعشرين من يونيو الحالي استضافت اعمال المؤتمر الدولي التاسع حول الامن الدولي وقد شارك فيه اكثر من مائة قطر هذا وقد قاد الوفد الشادياء الوزير المنتدب لدى المجلس المكلف بالدفاع الوطني المحاربين القدامة وضحايا الحرب الفريق داود يحيبراهيم هذا وخلال ثلاثة ايام تبادل المشاركون حول النزاعات المسلحة الاقليمية ومخاطر انتشار اسلحة الدمار الشامل ونشاطات المجموعات الارهابية العابرة للحدود وتجارة المخدرات والارهاب الدولي وعلى هامش هذا المؤتمر التقى الوزير المنتدب لدى المجلس المكلف بالدفاع الوطني الفريق داود يحيبراهيم التقى اليكزاندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي وقد تركزت مباحثات حول التعاون العسكري والفني بين البلدين وقد اتفق الجانبان على تحديد وقت لاحق بغية مواصلة النقاشات اشتركوا في القناة